اشتركوا في القناة اللي حاب يسمع التوقعات الكاملة لكل برج ببيوته وشروح منازله وتأثيره على كل الأمور عمله صحة وأمور الهلاقة بالاتصالات والامتحانات وكل الأمور هاي ينتظر لأن الحلقة رح تنزل إن شاء الله مفصلة بالتوقعات الكاملة فاللي بده يسمع التوقعات المختصرة وما بهمه الرغي لكثير يسمع التوقعات هاي حركة القمر تفي بنسبة خمسين في المية أو أربعين في المية من التوقعات أما هذيك فبتعطي شروحات أكثر اللي بيهتم فيها يأخذها اللي بيهتم فيها ديك يأخذها اللي بدي يسمع الثنتين يسمعها انتوا حرين بس عشان أنا أرضي الجميع إن شاء الله تعالى فعشان أنا عارف إنه شو ما عملت فيه أشخاص رح يظلوا يطلعوا انتقادات وأمور من هذا القبيل وبلاش نطول بس قبل ما ندخل على توقعاتنا اليومية يا ريت إذا عجبك هاي الحلقة عجبتك حط لايك ما عجبتك حط دسلايك عندك ملاحظة اكتب لي إياها في صندوق بالكومنت إذا حاب تسب علي سب علي عشان أحضرك عادي جدا رح يكون وما تنسوا اللي حاب يتابع الحلقة هذيك ينتظر إن شاء الله بعد قليل رح تكون موجودة على القناة أو في موعدها الساعة 6 بتوقيت الأردن يعني أربع بتوقيت جرينتش رح تكون موجودة على القناة بإذن الله تعالى برج الحمل طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء منكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة اطلب المساعدة وما تتردد بتقديمها خصوصا إنه شوي ممكن يكون فيه نوع من أنواع التحالف مع الزملاء والأصدقاء والجيران أهم مش إنك ما تبقى وحيد وحاول إنك تخرج للقاء الناس برج الثور بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل يوم مناسب للي بيبحث عن عمل أهم مش إنك تقدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ ممكن تظهر متاعب عائلية أو شخصية والمطلوب منك إنك تكون على قدر المسئولية الفترة هاي فيها نوع من أنواع الصعوبة برج الجوزاء بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر أو اتصال بعيد أو ممكن تشارك في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم تلتقي بوجوه وآراء وثقافات مختلفة أجواء لطيفة بتحيط بحياتك وهذا شيء جميل عزز العلاقات الاجتماعية والعائلية الفترة هاي مثمرة على جميع الأصعد بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ما بيناسبك إطالة الخلاف والزعل حاول أنك تسارع لتقريب وجهة النظر باستطعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولا بق ممكن تناقش موضوع إرث أو موضوع مالي برج الأسد ترغبوا في تدعيم شراكاتكم يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب من تعاون من طرف آخر أهميش إنك ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب برده وما تتسرع في اتخاذ القرارات برج العذراء بيبدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجياً إنجزوا فقط ما بوسعكم دون المبالغة في ذلك انتبهوا لغذاءكم وراحتكم ما تسمح للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم كون أكثر تنظيماً وأحسن إدارة الوقت اتجنب إثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي خذ قسط من الراحة وإهدأ وكون عند حسن الظن برج الميزان تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معهم فترة مثمرة إيجابية تستعيد إشراقتك وبتسحر الكثيرين بحضورك الباهر إلى أجواء مناسبة لتلبية الدعوات وباستطاعتك المبادرة فالظروف ملائمة للمغازلة والمصالحة ولتكرار المحاولة برج العقرب بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم تجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تضطر للإهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها لا تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية الفترة هاي فيها نوع من أنواع المصاريف لزيادة برج القوس بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم ممكن يخرج في نزهة قصيرة بيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتتمتع بسرعة بديهة وخاطر باستطاعتك مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة ممكن تحصل على فرصة جديدة لتفسير مشاعرك وتبرير مواقفك ممكن تنشط بالتنقلات والاتصالات برج الجدي تم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي مع هيك بتكو تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لسيما شراء حاجية ثمينة بتعالج استحقاق مالي أهم إش إنك ما تتسرع بتوظيف الأموال بل دقق بالتفاصيل بتطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أهم إش إنك تتفاعل برج الدلو تبدأ اليوم فترة أفضل من سابقتها بتعيدلكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتدعم من مركزكم الاجتماعي هاي الفترة بتحمل نوع من أنواع الإنفراج وتقدم الموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بحكمة وواقعية للأمور بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن تحقق نجاح باهر برج الحوت بسيطر التعب عليكم لليوم الثاني على التوالي حاول تنظيم أمورك والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف أموركم والتعامل مع الغير ممكن تتدمر من تأخير أو سوء تفاهم أو التباس حاذر من بدء أي جديد ما تسمح للقلق أنه يسيطر عليك ويمنعك من العمل والنشاط نظم أمورك وضاعف مجهوداتك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء